اهلا بكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء لن نكرر خطأ الانسحاب المبكر من العراق هذه الجملة قال خنائب وزير الخارجي الامريكي جون سيليفان في اثناء زياراته العراق الأسبوع الماضي عندما التقى اقطاب العملية السياسية في كل من كردستان وبغداد حيث قال ان اعلان العبادي النصر على تنظيم الدولة لا يعني نهاية التنظيم ما يقتضي استمرار الحكومتين الامريكية والعراقية بالتركيز على التهديدات التي يشكلها التنظيم كيف يمكن قراءة هذا التصريح إلى اي مدى كان انزال العلم الامريكي في مطار بغداد عام 2011 ايذانا فعليا بانسحاب القوات الامريكية من العراق هل كان انسحابا فعلا ام انه اعادة لترتيب القواعد العسكرية في هذا البلد حيث يكشف موقع جلوبال ريسيرش الامريكي عن وجود ست قواعد عسكرية وستة الاف جندي امريكي ينتشرون في عموم العراق كيف ايضا تلقي الاتفاقية الامنية التي وقعتها حكومة المنطقة الخضراء عام 2008 مع الاحتلال الامريكي بظلالها على زخم الوجود والفعل الامريكي في العراق لتسطيط الضوء على مسارات الاستراتيجية الامريكية في العراق ورحب بضيفي الكريمين في الستوديو العقيد روكون حاتم الفلاحي الخبير الامني والعسكري مرحبا بك سيادة العقيد روكون وايضا الدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث والمحلل السياسي مرحبا بك الله اهلا بكم مع ضيفي الكريمين مشاهدين الكلام التواصل قصير ثم نبدأ الحوار كونوا معنا اهلا بكم مرة اخرى مشاهدين الكلام نصر تضافي هذه الحلقة على مسارات الاستراتيجية الامريكية في العراق ابدأ معك استاذ حاتم الفلاحي الخبير الامني والعسكري لعل لمسارات الاستراتيجية الامريكية منذ احتلال العراق وحتى الان يعني صفة معينة كيف تصف هذه المسارات نعم مساء الخير لك ولمشاهدي قناة الرافدين انا اعتقد بانه الولايات المتحدة الامريكية منذ عام 2003 وحتى خروجها في عام 2011 من العراق في هذه الفترة بالضبط عندما تحولت هذه القوة عندما جاءت الى العراق من خلال اطلاق الحرب الاستباقية وان العراق مشكل تهديد على الولايات المتحدة الامريكية وهناك اسلحة للتدمير الشامل وما الى ذلك من مبررات سوقتها الولايات المتحدة لغزو العراق جميع هذه المبررات قد سقطت في العراق عندما اعلنت بانها دولة احتلال فعندما وصلت مع اعلانها انها دولة احتلال هي جاءت الى العراق بدون موافقة مجلس الامن وبالتالي استخدمت شريعة الغاب في الدخول الى العراق عندما دخلت الولايات المتحدة الامريكية بعد ذلك بدأت تتكلم عن مشروع في المنطقة يسمى مشروع الشرق الاوسط الكبير الذي نوهت اليه كونديريزا رايز في عدد من اللقاءات بانه المنطقة ستشهد تغيير جذري في الفترة المقبلة وبالتالي تحولت قوات الاحتلال الامريكي الى تنفيذ مشروعها في المنطقة هذا المشروع يشمل عدة دول من ضمنها العراق بدءا من العراق وينطلق الى دول اخرى ولكنها اصطدمت بسد منيع في العراق وهي المقاومة العراقية التي استنزفت القوات الامريكية استنزاف كبير جدا اجبر القوات الامريكية خلال الفترة المنازلة منذ عام 2003 والى عام 2011 على التراجع في كثير من الامور وبعد ذلك قامت بزيادة عدد القوات الامريكية بشكل كبير جدا لغرض السيطرة على الوضع ثم فشلت جميع استراتيجيات التي تمت استخدامها من قبل الولايات المتحدة الامريكية في الولايات المتحدة الامريكية خسائر كبيرة جدا في المعدات والعسكرية وفي التجهيزات وفي الارواح البشرية فشلت فيها الولايات المتحدة من الحفاظ على امن القوات الامريكية داخل العراق فضلا عن فشلها في تأمين الامن داخل البلد وبذلك اعتقد انها انتقلت الى مسألة اخرى اللي هي مسألة كيفية الخروج من المستنقع العراقي لانها اذا بقيت في العراق قد تتحول الى بيتنام ثانية بالنسبة للقوات الامريكية وبذلك انتقل الصراع الى صراع اخر حاولت خلال هذه الفترة ان تؤهل القوات العراقية لكي تستلم الملف الامني في العراق ولكن هي على دراية كاملة بان ايران تدخلت في العراق بشكل كبير جدا وتوغلت في الاجهزة الامنية والاجهزة العسكرية وما الى ذلك اذا امريكا عندما ارادت الخروج كانت هناك تصريحات ايرانية على لسان الرئيس الايراني نجاتي باننا سنملأ الفراغ بعد خروج القوات الامريكية هنا يجب الاشارة على انه الامريكان كانت لديهم اتفاقات كبيرة جدا مع ايران في غزو افغانستان وفي غزو العراق اذا هناك تكامل في السياسة الامريكية والسياسة الايرانية باتجاه دول المنطقة وكأنما هناك مشروع ينفذ في المنطقة باتفاق امريكي ايراني في المنطقة لذلك عندما ارادت الخروج من العراق اطلقت يد ايران بشكل كبير جدا في العراق وصولا الى عام 2014 لم يستقر هذا البلد رغم خروج القوات الامريكية من العراق وانما تركت الحبل على الغارب للميليشيات تعوث في الارض فسادا والاجهزة الامنية التي شكلت بناوات من ميليشيات كانت تدرب وتسلح من قبل ايران وبذلك انتقل الصراع الى صراع اخر اللي هو دخول تنظيم الدولة وسيطرته على كثير من مناطق اهل السنة هنا اطلقت القوات الامريكية بعد دخول تنظيم الدولة الى العراق في حزيران عام 2014 وسيطرته على محافظة نينوى وعلى محافظة صلاح الدين وعلى مناطق من محافظة الانبار ارادت التدخل الولايات المتحدة في هذه الفترة اطلقت سياسة القيادة من الخلف الولايات المتحدة لا تريد ان تدخل في صراع مباشر في العراق ولا تريد هناك مواجهة مباشرة بانزال قوات برية وهذا ما اطلقه باراك اوباما من خلال استراتيجيته المعلنة في تلك الفترة فقال سوف نقدم الدعم الاستخباراتي والدعم اللوجستي وسنقدم المستشارين وسنقدم المعلومات الاستخباراتية ولكن لن تكن هناك قوات ارضية على الارض وسنقوم بتوجيه ضربات جوية للحد من تمد التنظيم الدولة خلال هذه الفترة وبذلك انتقلت استراتيجية الولايات المتحدة الامريكية من التدخل العسكري المباشر الى التدخل الغير مباشر باستخدام الادوات المحلية في العراق اضاف الى هذا تقديم الدعم اللوجستي وما الى ذلك فذهبت الى تشكيل تحالف دولي كبير وهذا ما تم الاعلان عنه الان حتى وصل الى اكثر من سبعين دولة الان تقوده الولايات المتحدة الامريكية في العراق وبذلك تدرجت الولايات المتحدة باستراتيجيات متعددة وصولا الى ما نحن عليه الان حيث تتواجد القوات الامريكية في العراق الان بستة قواعد رئيسية وستة قواعد اخرى مع الاتفاقات التي ابرمت مع كردستان العراق خلال الفترة السابقة دكتور جاسم من الواضح ان مثل ما تحدث الاستاذ حاتم ان تدخل العسكري في الامريكي العسكري في العراق كان بداية الاستراتيجية الامريكية او اول خطوة وتدرجت مثل ما تحدث الان وصل الى الاستراتيجية التدخل غير المباشر باستخدام ادوات محلية كالميليشيات وغيرها من وجهة نظرك انتقال الصراع الان داخل العراق من صورة الى صورة بالعنوان الاول وهو الشرق الاوسط الكبير الى ان وصلت خلال هذه المرحلة بالحديث عن انسحاب امريكا كان خطأا وسوف لن تكرره الولايات المتحدة ما هي قراءتك الاستراتيجية الامريكية نعم شكرا لكم تحية لك والاخ الفلاحي والمتابعين الرافدين لا شك ان الاستراتيجية الامريكية هي استراتيجية معقدة ولا يمكن لأي متابع ولو كان دقيقا ان يقول ان الاستراتيجية الامريكية هي في الاطار فلاني هناك خطة ميوية وهناك خطة خمسية للولايات المتحدة وهذه الخطة ممكن ان تتغير بحسب الظروف والمستجدات الولايات المتحدة لديها نظرية الراية البديئة المزيفة او false flag اللي هي تقود الى ايجاد عدو مفترض يمكن ان يقوم بشيء ضد المصالح الامريكية عبرة يعني عملاء للولايات المتحدة الامريكية من اجل تحقيق غيات كبرى وقد استخدمت الولايات المتحدة الامريكية هذا الستراتيجية وهذا الاسلوب في هجوم الذي رتبه كأنه من قبل اليابانيين في عام 1947 ثم بعد ذلك تم ترتيب ضربة هيروشيما وكذلك نفذت في اكثر من منطقة واخرها الهجوم على مركزي التجارة العالم اذا الستراتيجية الامريكية ربما نقول عنها انها قادرة على فعل اي شيء من اجل المصلحة الامريكية اللولب الرئيسي في القضية هو اين تكمن المصلحة الامريكية حينما نعود الى ملف العراقي التدخل الامريكي ليس جديدا الولايات المتحدة كان لديها سفير موجود في العراق قبل مرحلة الدخول العراقي الى الكويت ثم بعد ذلك تطورت الامور الى مرحلة العقوبات ثم الى مرحلة الغزو والاحتلال الامريكي لعراق في عام 2003 هنا بدأت آلية جديدة في كيفية ان تسيطر الولايات المتحدة على ثاني اكبر احتياط للنفط في العالم وهو العراق وربما هناك من يقول ان الولايات المتحدة ليست بحاجة الى هذا النفط وهذا كلام دقيق لكن الولايات المتحدة بحاجة الى تأمين النفط لاوروبا والهند واليابان على اعتبار ان هؤلاء هم حلفاء ستراتيجيون لولايات المتحدة ولا تريد ان يتخلخل السوق الاقتصادي سواء بالنفط او في التعامل المالي من اجل ابقاء سيطرة الولايات المتحدة بالذات بعد مرحلة القطب الواحد وانهيار الاتحاد السوفيتي القضية في العراق هي قضية دولة لها موقع ستراتيجي مهم العراق له جوار مع ست دول مهمة في المنطقة العراق مطلع على خريجي عربي العراق له اطلالة كبيرة ومهمة مع تركيا التي تعتبر من الدول التي تحاول الولايات المتحدة تقليم عظافي رعاة وبالتالي هناك رغبة امريكية للتواجد الجاد في المنطقة اما قضية ايران فانا اتفق مع الاستاذ الفلاحي على ان المصالح الامريكية والايرانية التقت بشكل كبير وواضح في العراق وقد ذكرنا ذلك في اكثر من مناسبة ان الشيطاني اكبر في الحقيقة هو الصديق الابرز لايران وبالتالي تبقى الستراتيجية الامريكية القائمة هي في كيفية السيطرة على منطقة الخليج العربي ولا اعتقد انه توجد منطقة ذات ستراتيجية وموقع جيوستراتيجي وجغرافيستراتيجي مثل العراق وهذا هو الذي دفع الولايات المتحدة الى السيطرة على العراق اذا القضية هي ليست قضية امتلاك العراق لأسلحة تقليدية وهذا ما اكدته الولايات المتحدة ان العراق خالي من هذه الاسلحة وايضا ليست قضية بناء ديمقراطية في العراق وانما القضية هي قضية مصالح امريكية مهمة في المنطقة واعتقد ان الولايات المتحدة حققت الكثير في غزو العراق استاذ حاتم موقع جلوبال ريسيرش الامريكي كشف عن وجود ست قواعد عسكرية امريكية مع وجود ستة الاف جندي امريكي ومستشار امريكي في العراق في عموم البلاد يعني من الناحية العسكرية الى اي مدى ترى ان الامريكيين قد حققوا مكتسبات في العراق او المعنى اخر الى اي مدى تحققت الاهداف الاستراتيجية للاحتلال الامريكي في العراق نعم بداية دعني اقول ما هو الخطأ استراتيجي الذي تصفه الملات المتحدة بالانسحاب من العراق عام 2011 الخطأ بان امريكا عندما جاءت الى العراق ساقطت مبررات متعددة ولكن الاهداف الحقيقية للغزو الامريكي تكمن في اهداف محددة ومهمة جدا اولا ارادت السيطرة حقيقة على النفط العراقي وهذا شيء تحتاجه امريكا لغرض الاقتصاد ولغرض لاستخدامات متعددة في العراق اذا النفط هو يعتبر من اهم الاسباب التي دعت الى المتحدة الى السيطرة على العراق هذا اولا المسألة الاخرى الخطأ استراتيجي بان امريكا عندما دخلت الى العراق وغيرت النظام سلمت هذا البلد الى ايران وهذا يعتبر خطأ استراتيجي كبير جدا لذلك مسألة الخطأ استراتيجي ايضا بان مشروع الشرق الاوسط الكبير الذي بشرت به امريكا لم تستطيع ان تنفذه في تلك الفترة وبالتالي خرجت امريكا مرغمة من العراق نتيجة اسباب متعددة مثل ما تكلمنا فيه قبل قليل اسباب اقتصادية واسباب عسكرية وما الى ذلك ارادت ان تخرج من المستنقع العراقي على ان تقوم باعادة ترتيب اولويات الولايات المتحدة الامريكية من جديد في المنطقة لانه البقاء في العراق سبب لها خسائر كبيرة جدا سواء كانت عسكرية وغيرها بعد عام 2014 بقيت الولايات المتحدة متخوفة من الرجوع الى العراق مرة اخرى لان الدخول هذه المرة والخروج من العراق بمعنى خروج امريكا من المنطقة بشكل كامل وبذلك ارادت ان تدخل بحذر شديد جدا ففي البداية قالوا سنقوم بعملية ضرارات جوية لوقف تنظيم الدولة ثم بعد ذلك بدأوا بتشكيل تحالف دولي هذا التحالف الدولي ضم العديد من الدول بمعنى انه النفقات التي يمكن ان تقدم على هذه الحرب يجب ان تتوزع على جميع هذه الدول على اعتبار انه المصلحة اصبحت مصلحة عامة وليس مصلحة امريكية وبهذا خففت الولايات المتحدة من الالتزامات التي يجب ان تقدمها للعراق من خلال الاتفاقية التي ابرمت مع الجانب العراقي في الاطار الاستراتيجي الاتفاقي الامنية فحاولت ان تدخل الكثير من الدول فقام جون كيري في تلك الفترة بالذهاب الى السعودية والذهاب الى عدد من البلدان لتشكيل بداية التحالف الدولي ثم كانت بعد ذلك تتالت الجلسات لإكمال مسألة هل هذا يأتي في اطار اصلاح الخطأ الاستراتيجي يعني امريكا عندما احتلت العراق لم تأخذ بنظر الاعتبار رأي العام ورأي الدولي وضربت به عرض الحائط ولم تأخذ حتى بقرارات مجلس الامن مع ذلك الان نراها هي تحشد او حشدت تحالف دولي اكيد يعني من ضمن الاخطاء التي مارستها بانها منعت الدول العربية جميعا من التدخل في الملف العراقي وهذا ما صلح به وزير الخارجية السعودي سعودي الفيصر رحمه الله قال بان امريكا منعتنا من التدخل في الملف حتى عندما كنا نقدم بعض التوصيات لا تأخذ بتوصيات التي نقدمها وبذلك تم عزل الدول العربية على الملف العراقي بينما ايران تسرح وتمرح في العراق بشكل كبير جدا الان عندما نتكلم على وجود القوات الامريكية تريد امريكا الان ان تجد مبررات لبقاء هذه القوات في السابق كانت تسوق بان تنظيم الدولة يسيطر على كثير من المدن في العراق وبالتالي يجب ان تبقى هذه القوات لتقديم الدعم الاستخباراتي واللوجستي وما الى ذلك والقيام بعمليات نوعية ومحدودة كالانزالات وما الى ذلك الان بعد ان اعلن لعبادي خروج القوات خروج تنظيم الدولة من المدن العراقية وسيطرة القوات الحكومية على هذه المناطق اصبح بقاء هذه القوات في العراق غير مبرر بشكل كبير جدا فبالتالي صرح وقال بانه خطأ استراتيجي ان تنسحب امريكا مبكرا من العراق بالضبط الان تحاول امريكا ان تجد المبررات لبقاء مرة اخرى قبل مدة اعلنت بانه هناك عدد من الميليشيات التي تأتمر بامرة ايران يجب ان توضع على قائمة الارهاب ثم بعد ذلك صمتت عن هذا الملف انا اعتقد بان هذه القضية قد تطرح مرة ثانية في الفترة المقبلة امريكا اذا لم تحقق مصالحها في العراق من جديد وتحاول السيطرة على الملف العراقي من جديد ستقوم باختلاق العدوث المتفضل للدكتور لغرض البقاء في العراق من ضمنها ان هذه الميليشيات مدروجة على قائمة الارهاب ويجب ان تستأصل من العراق ويجب ان تنتهي لانها تأتمر بامرة الولي الفقيه علما انه من اطلق يد ايران في المنطقة هي امريكا وروسيا روسيا اتفقت مع ايران بالدخول الى سوريا وامريكا اتفقت مع ايران في الدخول الى افغانستان وفي الدخول الى العراق اذا من سمح ليران بنقل السلاح الى سوريا والى اليمن والى كثير من هذه البلدان التي فيها فوضى حقيقة كبيرة جدا هي امريكا والدول الكبرى لذلك الان بدأ هذا النشاط الايراني والتوسع والتمدد في المنطقة حقيقة يقلق الولايات المتحدة بشكل كبير جدا امريكا ارادت تستنزف ايران في هذه البلدان ولكن الذي حصل بان ايران سيطرت على هذه الدول بشكل كبير جدا واصبحت هي المتحكم فيها لذلك امريكا لا تريد مواجهة مباشرة مع هذه الميليشيات ولا مع ايران لانها غير قادرة لان الادوات الايرانية تنتشر في العراق تنتشر في سوريا تنتشر في لبنان تنتشر في اليمن وتنتشر في السعودية وفي البحرين وبالتالي بإمكان هذه الميليشيات ان تقوم بضرب الاهداف الامريكية وتهديدها بصورة مستمرة يعني بالامس كانت مناورات في اسرائيل هذه المناورات نفذتها اسرائيل مع الولايات المتحدة الامريكية تحاكي بان هناك تهديدات مختلفة من عدة جهات يجب ان تقوم هذه المناورات بمعالجة هذه الاهداف إذن هناك تخوف من أن تستخدم إيران هذه الأدوات لضرب الأهداف الأمريكية المتواجدة في المنطقة وبهذا تشكل تهديد كبير جداً للنوات المتحدة الأمريكية لذلك حتى القواعد الأمريكية الآن في العراقية تتواجد في المناطق السنية فقط لا تتواجد في المناطق الشيعية لأنه قد يكون هناك تصعيد في الفترة المقبلة إذا ما تضاربت المصالح بشكل كبير جداً الآن أمريكا تحاول أن تضغط من خلال الملف النووي الإيراني تحاول أن تضغط من خلال إدراج الحرس التوري الإيراني وحزب الله وعدد من الشخصيات على قائمة الإرهاب تحاول أن تضغط بجعل عدد من المنشيات العراقية ضمن لائحة الإرهاب وهذه كلها ضغوط تمارس على إيران لغرض الجلوس والاتفاق وإلا إذا كانت الأمور تسير نحو المواجهة المباشرة فأنا أعتقد بأن الرسالة التي أرسلت من مدير المخابرات الأمريكية إلى سليماني والذي لم يستلم هذه الرسالة ورفض أن يستلمها هي رسالة واضحة بأن السياسة الأمريكية قد تختلف مع إيران في الفترة المقبلة وهي وساء الضغط كبيرة جدا لغرض الاتفاق لأن المواجهة المباشرة لا تريدها أمريكا الآن لأن هناك قوة صاعدة في المنطقة الصين هناك قوة روسيا أيضا مقلقة بشكل كبير جدا الآن للولايات المتحدة الأمريكية هناك تهديدات من قبل كوريا الشمالية وهناك التهديد الإيراني كما أن أمريكا لا تريد لإيران أن تنضم مع هذا المخلوق بشكل كبير جدا لا زالت هناك كثير من الاتفاقات مثل ما صرح وزير الخارجية الإيراني قال بأن هناك بروتوكولات سرية تم توقيعها من الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الاتفاق في الملف النووي الإيراني وهذه الملفات لن يتم تنفيذها إذا لم يتم الاتفاق ما بين أمريكا وإيران على كثير من الأمور إذن نحن نتكلم عن تكامل في السياسة الأمريكية الإيرانية خلال الفترة السابقة ونتكلم عن مرحلة تصعيدية قد تكون فيها تشنجات كبيرة في الفترة المقبلة دكتور جاسم يعني مثل ما تحدثتما ضيفي الكريمين هناك تكامل في السياسة الأمريكية والإيرانية تجاه دول المنطقة هذا ما تحدثتما به ولكن أيضا هناك مستجدات الأستاذ حاتم قال بأنه السياسة الأمريكية ربما تختلف تجاه إيران في المرحلة المقبلة نائب القائد العام لحرس الثوري الإيراني العميد حسن سلامي قال بأن الجيش العراقي والسوري يشكلان عمقا استراتيجيا لإيران يعني هذا التكامل الذي كان ما بين أمريكا وإيران في المصالح وفي السياسة إلى أي مدى سيستمر كان منذ مرحلة ما قبل احتلال الأمريكي أكثر من مسؤول إيراني ذكر أنه إيران مهدت لمرحلة الاحتلال أو للدخول الأمريكي للعراق ومنهم وزير الاستخبارات الإيراني وأبطحي وغيرهما ذكروا أن لو لا إيران لما تمكنت الولايات المتحدة من احتلال أفغانستان والعراق ليس فقط العراق وبالتالي هذا يعني أن هناك تنسيقا كبيرا بين الطرفين هذه قضية العداء أنا أعتقد هذه كذوبة لم تعد تنطل على أي متابع دقيق لأشياء العراقي لأن هناك تمت زيارة لرئيس النظام الإيراني إلى العراق نجاد في مرحلة احتلال أمريكي ودخل بحماية الطائرات الشيطانية أكبر وخرج بحماية طائرات الشيطان الأكبر وهبط في بغداد محتلة من قبل قوات الشيطان الأكبر هذا الأمر هو يؤكد أن المصالح الأمريكية والإيرانية تتفق على ضرورة إيجاد عصى جديدة في المنطقة من أجل استمرار حلب دول المنطقة الستراتيجية الأمريكية قائمة على إيجاد عدو افتراضي بالذات في المناطق التي تريد الولايات المتحدة أن يستمر التواجد عسكري فيها اليوم هناك قاعدة أمريكية كبيرة هي القاعدة الأولى ربما في الشرق أوسط في قطر هذه القاعدة بحاجة إلى قاعدة موازية أخرى ولم يجدوا أكثر دولة يمكن أن توجد فيها هذه القاعدة أو القواعد من العراق وبالتالي وجود العراق في هذه المنطقة هو الذي استطاع أن يكون العصى التي بموجبها استطاعت الولايات المتحدة تحصيل مليارات دولارات من دول المنطقة على اعتبار أن هناك تهديدا إيرانيا مفترضا وموجودا وبالتالي حينما نعود إلى الخلف قليلا نجد أنه لا يوجد هناك تهديد إيراني فعلي ربما تذهب الولايات المتحدة إلى إيقافه هناك تنسيق إيراني أمريكي من أجل ابتزاز دول المنطقة هذا ما يجري إذن هناك نوع من التنسيق الواضح بين هاتين الدولتين وبالتالي ذكرنا كثيرا أن الشرط الخليج بعد أن كان علمانيا أصبح اليوم معمما وهذا ما تريده الولايات المتحدة وهذا هو جوهر السياسة الأمريكية أينما توجد المصلحة الأمريكية فإن الولايات المتحدة تكون قادرة على أن تفعل أي شيء من أجل تحقيق هذه المكاسب سيادة العقدة لكم حاتم الفلاحي رئيس كتلة حزب الدعوة تنظيم الداخل علي بديري يقول بأن موقف رئيس الحكومة حيدر العبادي من الوجود الأمريكي لا يزال ضبابيا يعني الآن هذا التصريح من حزب الدعوة تنظيم الداخل ما دلالات توقيته؟ نعم أكيد يعني العبادي الآن هو بين نارين يعني أولا من يسيطر على البلد فعليا هي الميليشيات الشيعية حقيقة يعني الميليشيات التابعة إلى إيران وإذا أرادوا أن يسيطروا على كافة أجهزة البلد يستقادرين على أن يسيطروا على كافة الأجهزة سواء الأمنية أو العسكرية لذلك أنا قبل أن أجيب على هذا السؤال أريد أن أعطي بعض الدلالات على الدخول الأمريكي إلى العراق أمريكا عندما دخلت إلى العراق دمرت البلد حقيقة أولا حلت الأجهزة الأمنية ثانيا قسمت البلد بشكل إثني وطائفي أصبحت المحاصصة هي السياسة الغالبة في البلد بأن هناك طائفة سنية وطائفة شيعية وبذلك مزقت النسيج الاجتماعي لهذا البلد تقوم السياسة الأمريكية الآن في العراق على إضعاف جميع المكونات والدخول في حرب على الإرهاب طويلة الأمد هذه الحرب تضعف البلد بشكل كبير جدا إضعاف البلد بحيث لا يكون للعراق سطوة هو مطلب إسرائيلي كبير جدا بأن إسرائيل تريد عراق ضعيف لا تريد عراق قوي إيران كذلك لا تريد لهذا البلد أن يكون قويا بحيث يستطيع أن يقف على قدميه مرة أخرى ويكون هو عامل مهم في التوازنات الإقليمية والدولية في المنطقة وبذلك أرادوا أن يخرج العراق من هذه المعادلة فبقاء سيطرة الميليشيات الشيعية على الملف الأمني والعسكري هو إرادة إيرانية محققة الآن في العراق من خلال التواجد لهذه الميليشيات الكبير في المؤسسات الأمنية والعسكرية بالنسبة للوجود الأمريكي الآن والوجود الإيراني في العراق حقيقة من يسيطر على البلد الآن الميليشيات وهذه حقيقة يعني ولكن لا زار الدور للأمريكي في العراق كبير جدا ويمكن لأمريكا أن تلعب هذا الدور ولكن أمريكا ليس لديها ثقة في المكون السني هي تحاول أن تعتمد على بعض الصحوات القديمة أو تشكيل الآن مجاميع عشائرية في مناطق معينة يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدم في الفترة السابقة علما حتى الحليف الستراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية في العراق اللي هم الأكراد في الفترة السابقة تم التخلي عنهم لأنه مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية مع حكومة بغداد أكبر من النصالح الأمريكية مع كردستان العراق وبذلك نحن الآن في العراق ننظر إلى بقاء القوات الأمريكية حيدر العبادي يريد القوات الأمريكية أن تعود مرة ثانية ولكنه غير قادر الآن لا هو ولا الأمريكان على مواجهة الميليشيات الإيرانية أو أدوات إيران في العراق لأنه التجاوز على هذه الميليشيات أنا أعتقد لن تصمت عليه إيران كثيراً على اعتبار أنه العراق أصبح حسب تصريحاتهم بأنه جزء من الإمبراطورية الفارسية في المنطقة وبذلك بأن المواجهة لن تقتصر على العراق فقط وإنما ستشمل عدد من الدول قد تسبب إحراج كبير جداً للولايات المتحدة الأمريكية كما أن دخول الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة مباشرة مع إيران في المنطقة يسبب صعود لروسيا والصين بشكل كبير جداً وسيكون على حساب التهديدات التي تطلقها كاريو الشمالية باتجاه أمريكا لذلك هناك ملفات ساخنة متعددة الآن حتى تركيا الحليف الستراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية وهي عضو في حلف الناتو ولكن مع هذا تخلت عنها الولايات المتحدة الأمريكية عندما دعمت قوات سوريا الديمقراطية بأسلحة ثقيلة ومتوسطة في الفترة السابقة نحن أمام ملفات شائكة وملفات معقدة جداً سواء كانت في سوريا أو سواء كانت في العراق الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تعتمد على أدوات مثل ما اعتمدت روسيا الآن على الحرس الثوري الإيراني اعتمدت على ميليشيات حزب الله واعتمدت على الميليشيات العراقية في سوريا واستخدمت هؤلاء لغرض السيطرة على الملف السوري أمريكا الآن تحاول أن تجد هذه الأدوات في سوريا فشلت في كسبة جيش الحر وإخراج منهم نستطيع أن نقول قوة تستطيع أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية لأنها قالت لهم بأنه تقاتل تنظيم الدولة فقط ولا تقاتل نظام الأسد لأنه بقاء نظام الأسد أصبح مصلحة أمريكية في الفترة السابقة وهي ليس لديها مشكلة مع نظام الأسد بقدر ما لديها مشكلة مع التنظيمات الإرهابية أما بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية فأنا أعتقد أنها سببت لها مشكلة كبيرة جدا مع الحليف التركي لذلك في العراق ليست هناك أدوات لأمريكا تستطيع من خلالها مواجهة الأدوات الإيرانية في المنطقة إذن بداية يجب أن تكون هناك مواجهة لهذه الأدوات في المنطقة ثم بعد ذلك يمكن أن نقول أن هناك مواجهة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أما على هذه الشاكلة وعلى هذه الفترة لا أعتقد بأنه ستكون هناك مواجهة في القريب العاجل مهما كانت الضغوطات يعني الآن عندما نتكلم عن فرنسا وألمانيا وكثير من الدول الأوروبية تقف أمام إلغاء الملف النووي وتعتبر بأن هذا الاتفاق هو يحقق مصالح الدول الأوروبية وبالتالي لن تنسحب منه لا روسيا ولا صين ولا أورنسا ولا بريطانيا ولا حتى ألمانيا لذلك حتى وإن ذهب ترامب إلى ألغاء الملف النووي الإيراني في الفترة المقبلة لن يجد صداه لأنه لن يكون هناك تماثل أوروبي لزيادة العقوبات على إيران وما إلى ذلك لأن لديها مصالح أصبحت كبيرة جدا تخرج عن الإطار الذي يريده ترامب في المنطقة بالتالي الولايات المتحدة دائما ما تستخدم أدوات لإضعاف الدول دول المنطقة باستخدام هذه الأدوات وإدخالها في حروب داخلية لإخراجهم من أن يكونوا عوامل مؤثرة على الصعيد الدولي والإقليمي مشاهدين الكرام وضيفي الكريمين اسمح لي أن نذهب إلى فاصل قصير ثم نكمل النقاش كونوا معنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام نصلت الضوء على مسارات الاستراتيجية الأمريكية في العراق وبالعودة إليك الدكتور جاسم الشمري هناك ربما تغييرات تحصل في المرحلة الحالية فيما يخص موضوع أنه العلاقة الأمريكية الإيرانية انعكست على الداخل السياسي العراقي داخل حزب الدعوة تحديدا هذه تصريحات التي تصدر على أن العبادي الآن ليس له موقف من الوجود الأمريكي مع أن الأمريكيين يقدمون الدعم والغطاء للجيش والميليشيات في كل الحروب والمعارك ضد تنظيم الدولة يعني ما المصلحة ما يجري ما مصلحة العبادي من وجود القوات الأمريكية أو عدم وجودها هل له القدر على أن يكون له قرار في ذلك أنا أعتقد أنه منذ فترة ليست قليلة هناك نوع من اللعبة أو الدعاية الانتخابية التي ينفذها حزب الدعوة حزب الدعوة حينما قدم نور مالكي لولادتين في حكم العراق معلوم أن المالكي لم يكن ناجحا في إدارة البلاد وسلم أكثر من ثلث بلاد إلى داعش ومعلوم أنه قابل المظاهرات السلمية بأسلوب حمجي لم يكن يفترض أن يفعله معهم وبالتالي أراد المالكي بعد أن تشبث بالولاية الثالثة أن يذهب إلى بديل ربما يمكن أن نسميه بديلا ضعيفا وبالتالي ذهب إلى العبادي إلا أن العبادي أراد ربما أن يكون الصورة المغايرة للمالكي وهذا الأمر حقيقة غير مقبول تماما يمكن قبوله بحالة واحدة لو أن العبادي أعلن مؤخرا انسحابه من حزب الدعوة وكنا نأمل وكثير من المتابعين للشأن العراقي كانوا يتوقعون أن العبادي سينفصل عن حزب الدعوة في المرحلة الماضية إلا أن المرحلة الأخيرة أثبتت أن العبادي ما زال جزء من حزب الدعوة على الرغم من دخوله بكتلة تابعة له في الانتخابات وهي تحالف نصر والمالكي دخل بتحالف دولة قانون هذا ذكاء من حزب الدعوة هذا نوع من تلميع صورة حزب الدعوة مر بالانتخاب المالكي ومر بتلميع صورة العبادي النتيجة هي تجري في مصاب أو نهر حزب الدعوة نحن يفترض أن نعامل حزب الدعوة كمنظومة سواء كان مسؤول هو للعبادي أو كان المالكي لأن العبادي هو جزء من منظومة حزب الدعوة والمالكي هو مسؤول لعبادي حزبيا أما عملية أو آلية فصل العبادي عن المالكي فأعتقد أن من يعمل على هذا الشيء يسعى بطريقة غير مقصودة إلى تلميع صورة حزب الدعوة في العراق حزب الدعوة هو الحزب الأبرز في الساحة العراقية وكتلة قانون هي الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب العراقي وبالتالي لا يمكن تبرئة هذا الحزب مما جرى ويجري منذ مرحلة ما قبل احتلال وحتى اليوم إذن يفترض أن لا ننساق وراء هذه اللعبة الذكية التي نفذتها أياد ذكية وحكيمة في داخل حزب الدعوة إذن يفترض أن نقول أن حزب الدعوة هو الذي شارك في مرحلة ما قبل احتلال الأمريكي وهو الذي اتفق مع قوة أجنبية وغير أجنبية من أجل التمهيد لدخول الاحتلال الأمريكي على الرغم من زعم بعض قيادات الحزب أن الحزب لم يشارك في اجتماعات لندن وهذا أمر حقيقة بحاجة إلى أدلة دقيقة يمكن أن لا تكون سياق هذه الحلقة يمكن أن نناقش هذا الأمر إذن نحن نريد أن نؤكد حتى لو أردنا أن نقرأ أو نتابع أفعال الحزب في مرحلة ما بعد احتلال الأمريكي يعتقد أن المرحلة لم تكن موفقة وأن مرحلة الاتفاق الستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق تمت حينما كان نوري مالكي هو مسؤول أو رئيس وزراء العراقي إذن القضية قضية أن العبادي ما مصلحته في بقاء أو عدم بقاء القوات الأجنبية أنا أعتقد هي القضية قضية أمريكية وليست قضية عراقية الولايات المتحدة هي التي تقرر متى وأين وكيف تبقى في العراق أما هؤلاء فأنا أعتقد أنهم مجرد أدوات أرادت الولايات المتحدة أن تستخدمهم في يمكن أن نسمي ذلك ترتيب الإطار الديمقراطي في العراق من أجل تحقيق المصالح الأمريكية في هذه الدولة التي تعاني منذ عام 2003 من هذه السياسات الطائفية العشوائية والمسؤول عنها الولايات المتحدة ثم بالدرجة الثانية الأحزاب المشاركة في العملية السياسية تتشابك البلافات أستاذ حاتم سياسة العقيد الركن كيف ستكون من وجهة نظريكم شكل المرحلة المقبلة مع دخول الميليشيات الانتخابات المقبلة كيف سيتعاطى أو تتعاطى الولايات المتحدة مع ذلك خلال المرحلة على الأقل المدى المنظور؟ نعم بداية أريد أن أوضح بأنه من أوصل هذه الأحزاب الموجودة الآن إلى دفة الحكم في العراق سواء كانت ميليشيات أو الأحزاب الموجودة الآن في الحكم سواء حزب الدعوة أو الفضيلة أو مجلس الأعلى أو كثير من الأحزاب الأخرى أمريكا من أوصلتهم إلى دفة الحكم في العراق وبالتالي الآن عندما يطالبون بخروج أمريكا من العراق هي حقيقة مستغربة منهم لأنهم جاءوا على دبابة الأمريكية وهي من أجلستهم على كراسي الحكم في العراق هذا أولاً المسألة الثانية كان هناك اجتماع للجنة التنسيقية العراقية وبين المتحدة الأمريكية من خلال اتفاقية الإطار استراتيجي بين المتحدة الأمريكية والعراق في الفترة السابقة وخرج هذا المجلس أو هذا الاجتماع بتوصيات هذه التوصيات من ضمن هذه التوصيات التي خرجوا بها أولاً بقاء القوات الأمريكية في العراق وزيادة أعدادها لفترة لا تقل عن خمس سنوات أخرى طبعا هذا مع نائب وزير الخارجية الأمريكي الذي كان في بغداد خلال هذه الفترة الماضية النقطة الثانية التعاون الأمني والاستخباراتي وتأهيل الأجهزة الأمنية العراقية المسألة الثالثة قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتدريب القوات العراقية وتأهيلها بكل صنوفها المسألة الأخرى إعداد وتأهيل القوات العراقية من خلال التسليح والتجهيز والمسألة الأخرى إعادة تأهيل المناطق المتضررة جميع هذه النقاط تم اتفاق عليها ما بين حكومة بغداد وما بين المتحدة الأمريكية وقدمت هذه التوصيات إلى حكومة العبادي لغرض مناقشة واتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة أنا أعتقد بأن القوات الأمريكية تنظر إلى العراق الآن إلى فترة الانتخابات القادمة إذا تحققت المصالح الأمريكية في العراق بما فيها التصريحات التي صدرت من الرئيس الأمريكي بأنه يجب السيطرة على النفط العراقي ويجب أن تكون هناك أمريكا لا تقدم خدمات إلى العراق مجانية يجب أن تكون هناك حص الولايات المتحدة الأمريكية ولو لا وجود التحالف الدولي والطائرات الأمريكية لما تحقق العبادي هذا الإنجاز بالسيطرة على مناطق أهل السنة أبدا لأنه من حسم المعركة حقيقة هي الطيران واستفادت منه القوات البرية المتواجدة على الأرض إذن نحن نتكلم عن حاجة عراقية ملحة للقوات الأمريكية خلال الفترة المقبلة لغرض إيجاد نوع من التوازن ما بين جميع المكونات التي ساءت حتى مع كردستان يعني في الفترة السابقة كانت العلاقات بين بغداد وكردستان جيدة ولكن بعد الاستفتاء أعتقد بأنه أصبح هناك شرخ كبير جدا في العلاقات ما بين كردستان وما بين الحكومة في بغداد وأصلا العلاقة مع المكون السنة هي أصلا سيئة وبالتالي أصبحت أمريكا هي عبارة عن موازن ما بين هذه العلاقات المضطربة في العراق المسألة الأخرى بأنه إذا تحققت مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة من خلال الانتخابات فبها فسيكون هناك بقاء القوات الأمريكية من خلال اتفاق يبرم مع الحكومة العراقية وسيكون قد يكون على حساب الميليشيات في إيران وقد تكون هناك مواجهة نتيجة هذا الاتفاق أما إذا سيطرت الميليشيات وسيطرت أجهات التابعة لإيران على الملف العراقي في الفترة المقبلة فأعتقد بأن الميليشيات التي وضعت على قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سيتم استهدافها بشكل كبير جدا وهذا ما يقوض الفترة المقبلة إذن نحن مقبلين على فترة تصعيد كبيرة جدا سواء خلال الفترة القادمة أو خلال فترة ما بعد الانتخابات وما ستقول إليه شكل الدولة هل سيرضي هذا الأمر الولايات المتحدة الأمريكية بحيث تكون لها الكلمة الفصل في العراق أما أن يبقى العراق مسيطر عليه من قبل إيران فأنا أعتقد بأن هذه مشكلة كبيرة جدا إضافة إلى هذا تواجد القوات الأمريكية في سوريا الآن أصبح تواجد طويل الأمد وهو أحد الأسباب التي دعت إلى قطع التواصل الإيراني مع الميليشيات المتواجدة في سوريا وصولا إلى حزب الله القاعدة الإقليمية الرئيسية لإيران في المنطقة إذن نحن نتكلم عن ملفات متعددة وأهداف متعددة للولايات المتحدة الأمريكية العراق هو جزء من هذه الأهداف حتى لو جئنا إلى اليمن الآن وردنا أن نتكلم عن الحوثي حقيقة بأنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد اشتثاث الحوثي في اليمن ولكن تريد أن تجد توازنات سياسية في اليمن مقابل بقاء الحوثي لاستخدامها لغرض ابتزاز دول الخليج في أي مرحلة مكملة يعني عندما تضغط الآن الولايات المتحدة الأمريكية على جميع هذه الملفات وأطلقت يد إيران ابتزت دول الخليج العربي بشكل كبير جدا من خلال شراء الأسلحة ومن خلال تقديم كثير من التنازلات والتسهيلات لولايات المتحدة مقابل تأمين الحماية لها في هذه الفترة إيران حقيقة تعتبر الولايات المتحدة سلاح ذو حدين أولا هناك اتفاقات ما بين أمريكا وإيران يجري الاتفاق ويجري تنفيذها في المنطقة من خلال إطلاق إيران والمسألة الأخرى هو ابتزاز دول الخليج أما إذا كانت هناك مواجهة مباشرة فأنا أعتقد أنها لا زال من المبكر جدا أن نتكلم عن مواجهة مباشرة لأنه من يستعدي المحيط العربي بكل هذه الدول عندما أعلن بأن القدس هي عاصمة إسرائيل أنا أعتقد بأن هذا الأمر لن يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع إيران ولن يجد هناك دعم كافي ترامب لغرض هذه المواجهة أهداف الولايات المتحدة يضعف المكونات إضعاف دول المنطقة إدخالها في حروب دائمة داخلية من أجل إضعافها يعني تلقي بضلالها على شكل المرحلة المقبلة دكتور جاسم في العراق تحديدا مع وجود القوات الأمريكية في سوريا مع هذا الزخم للنفوذ الإيراني في المنطقة إلى أي مدى ترى أن بالإضافة إلى المناخ السياسي المضطرب في العراق الذي لم يستقر هل ترى أن ربما بالمستقبل تظهر تنظيمات أخرى تكون عنوانا لإنتاج حروب جديدة في العراق يمكن أن لا تنتج أي تنظيمات متطرفة يعني حينما توجد دولة مواطنة دولة قانون دولة لا تفرق بين المواطنين حينما يجد المواطن أن هناك مضلة أو خيمة جامعة له أو حامية له حينها لا أعتقد أن هذه التنظيمات يمكن أن تكون لها حاضنة شعبية هذه التنظيمات هي تنظيمات لها كينونة هي غير خيالية موجودة على الأرض وبالتالي حينما توجد تنظيمات إرهابية وليست لها حاضنة شعبية لا يمكن لهذه التنظيمات أن تنمو أو أن تستمر ولكن هذا الكلام خطير عندما تكون هناك تنظيمات إرهابية ولديها حاضنة شعبية على حسب ما تروج وسائل الإعلام حكمي يعني هذا الأمر ما مدى خطورته على مستقبل العراق نحن نتحدث باللغة التي يمكن أن نتحدث بها نحن لسا مع لغة السلاح نحن مع لغة السلام الذي يمكن أن تكون الخيمة الجامعة لكل عراقيين الإرهاب المفترض في نظر الحكومة نحن لا نتحدث عن المقاومة المقاومة شيء مقدس لا يمكن إقتراب منه نحن نتحدث على موجب السؤال الذي تفضلت به المقاومة شيء آخر لا يمكن المساس به على اعتبار أنه أمر مكفول ضمن القوانين السماوية والأرضية حتى الرئيس بوش قال إذا احتلت بلدي فإنني سأكون أول المقاومة نحن نتحدث عن التنظيمات التي لا يوجد تبرير أخلاقي أو قانوني لتواجدها حينما توجد دولة دولة عادلة دولة مواطنة دولة لا تفرق بين المواطنين لا يوجد سند قانوني وأخلاقي لتواجد مثل هذه التنظيمات لكن حينما توجد دولة ظالمة وتوجد ميليشيات تعبث بأمن مواطنين وتوجد قوانين جائرة ولا يوجد قاضي عادل حينها يذهب البعض من الذين لا يمكن أن يطيق هذه الحالة إلى حمل السلاح في وجه الدولة هنا من المسؤول هل نلقي باللائم على الذي حمل السلاح أم على الدولة التي لم تعرف كيف تتصرف وتحمي المواطنين وتجعلهم يؤمنون أن هناك دولة أنا أعتقد أن الملامة الكبرى تقع على الدولة ذلك لأننا حينما توجد دولة عادلة أعتقد أن الجميع سيكونون معها أما حينما تغيب هذه الدولة تماما كما في الحالة العراقية أعتقد أن المبرر الأخلاقي والقانوني يمكن أن ينتج تنظيمات سواء كانت شرعية أو غير شرعية نحن لسا مع كافة التنظيمات التي يمكن أن تحمل السلاح هناك تنظيمات ربما قتلت الأبرياء والمدنيين عزل وهذا أمر حقيقة غير مقبول نحن مع بناء دولة المواطنة نحن مع بناء دولة قانون التي يمكن أن تكون الخيمة الجامعة التي تنهي هذه التنظيمات سواء كانت الرسمية أو غير رسمية أما بقاء الحال فأعتقد أن كل الأمور ممكن أن تكون مفتوحة على المستقبل القريب والبعالي في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفية الكريمين في الاستوديو العقيدة ركن حاتم الفلاحي الخبير الأمني والعسكري والدكتور جاسم الشمري الباحث والمحلل السياسي شكرا لكم مشاهدين كرام وتقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله